موسيقى بدأت مرحلة النعم في مصر من 97 بالضبط مجموعة ناس اشتركوا مع بعض وفكروا انهم يعملوا المنزرع ديت كانت موجودة في سماعليا بدأوا يجيبوا طيور من جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا يعتبر هي المصر في النعام في العالم كله لما جئي النعام عندنا هنا في مصر وكده حصلوا ملأمة للجو وطبيعة الجو بتاعت ظروف الجو في مصر الانتاج بتاعه كان في الأول ما كانش مضبوط شوية 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 بدأ يحصل تحسين وراسي الآن وصلنا لمرحلة انتاجية عالية الحمد لله رب العالمين بينا دلوقتي مصنفين حتى في المطاقة بتاعتنا اللي احنا فيها مطاقة الشرق الأوسط من أفضل الناس بترب نعام الحمد لله موسيقى الضورة بتاعت الطائر التسمين النعام بتبقى حوالي من 10 شهور ل 12 شهر الطائر بيوصل وزنه في العمر دوت من 100 إلى 110 وزن كيلو جرام الطائر النعام وهو خارج عنده عمر إسبوع أو عمر إسبوعين بيبقى سعر ستتكود عمره سعر في العمر دوت عامل ألف جنيه الطائر بيأكل تقريبا في دائرة ألفين ونص فكده تقريبا دخلنا تكلفة حوالي ثلاث تلاف ونص الطائر النهاردة لو جيت أبيعه ممكن يدخل حوالي خمسة ونص ستة فده طبعا ربحية كوية بالذات لما يبقى فيه أعداد كتيرة تمام؟ بتبقى على مدار العشرة شهور دي تبقى ربحية كوية موسيقى النعام في مستوى العالم كله بموجود في العالم كله ثلاث أنواع من النعام النعام الأفريكي اللي هو موجود عندنا دلوقتي اللي هو أسود الرقبة وفيه ده بنتقسم منه الجزئين أحمر الرقبة وأزرق الرقبة وفيه نعام تاني اللي هو في أمريكا اللي هو النعام الريال البيض والنعام الاميو اللي هو موجود في أستراليا طبعا كتربية أو كأشهرهم هو النعم الأفريقي اللي هو موجود معينا هنا في المزرعة إحنا طبعاً عندنا هنا لما بنحب ننتخب قطيع اللي هو اللي بينتج الأمهات بندور على مواصفات معينة إحنا بنحددها النسبة الجنسية في النعام ضكر لتنين أنسة الأنسة بتنتج في السيزن الواحد من 50 إلى 60 بيضة متوسط ممكن تزيد عن كده كمان هي الصعوبات بصراحة اللي بتقابلنا في موضوع طريبية النعام أول حاجة طبعاً الأعلاف هؤلاء الأعلاف ده عمل لنا مشكلة كبيرة إن إحنا طبعاً الأعلاف دخلة بنسبة 80% من المشروع دي رقم واحد رقم اثنين موضوع طبعاً منافذ إن إحنا عندنا طبعاً عندنا موضوع التصدير بالنسبة للاحم النعام ده عمل لنا قزمة شوية إن إحنا طبعاً منطقة بالنسبة لأوروبا بيبقى الموضوع صعب شوية اشتركوا في القناة